استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره البريطاني جيمس كلافرلي والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه تعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لأخر المستجدات في القضايا الأمنية داتا لاهتمام المشترك وأكد وزير الداخلية حرص الدولة المصرية على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الأمنية والتدريبية مع أجهزة الأمن البريطانية وذلك في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويد كافة ظواهر السلبية النجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها في ظل التحديات الأمنية التي تفردها من جانبه أعرب الوزير البريطاني عن أهمية مصر ودورها المحوري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط مشيدا بالجهود التي تبدلها داخلية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية وانعكاسها الإيجابية على الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمية ترجمة نانسي قنقر